سلام بفيديو ماضي حكينا عن طريقة لإرسال أموالك أو إرسال عملة رقمية من حسابك على باينانس إلى حساب شخص ثاني سواء كنت بدك تشتري سلعة معينة على الإنترنت بعملة رقمية أو بدك تبيع شخص ثاني عملة رقمية هو راح يبعث لك كاش وانت تبعث له عملة رقمية أو تستثمر بتطبيق لأي سبب كان حكينا بعملية إرسال الأموال أو إرسال عملة رقمية من حساب باينانس لأي عنوان ثاني الآن هذا الفيديو راح نحكي لكم فيه عن الطريق اللي بإمكانك تستلم فيه فلوس أو تستلم فيه عملة رقمية على حسابك على باينانس يعني شخص ثاني بده يبيعك عملة رقمية كيف أنت تحضر محفظتك حتى تأخذ عملة رقمية من هذا الشخص فاشترك في القناة من الأسفل وتابع معي في هذا الفيديو أول شي خلينا نجهز محفظة الباينانس أو البينانس لإستقبال إيداع أموالك أو العملاتك الرقمية الموجودة في محافظ ثانية أو منصات تداول مختلفة بدنا نحولهم أو نعمل لهم إيداع في محفظة الباينانس أول شي راح تيجي على المحفظة من هذا المكان على حسابك على باينانس طبعا وشرحنا بالتفصيل عن الطريقة الصحيحة والرسمية لكيف تعمل حساب على منصة باينانس راح تلاقوا الرابط في صندوق الوصف راح تيجي على المحفظة من هون وإذا افترضنا أنه الواجهة عندك بلغة إنجليزية زي هيك راح تيجي على هذا المكان من هون على الإنجليش هاي وبتختار اللغة العربية أو أي لغة أنت بتحب تتعامل معها في هاي المنصة واللي يكون اللغة العربية عشان بتحضرها لا تستقبل العملة الرقمية من محفظة ثانية راح نيجي على المحفظة من هون ونكبس على نظرة عامة بهذا الشكل أول خيار راح تفتح لي هاي الصفحة هون في عندك ثلاث خيارات لإيداع عملة رقمية في محفظتك على باينانس يا أنك تشتري عملة من خلال الفيزا كارد أو أي طريق الدفع متاحة في بلدك موجودة على هاي المنصة والناس اللي بتابعونا راح يشوفون راح نزل فيديو بالتفصيل كيف تشتري عملة رقمية من هاي المنصة من خلال الفيزا كارد أو بطرق الدفع المختلفة اللي موجودة على هاي المنصة والخيار الثاني عندك إيداع عملة رقمية من محفظة ثانية لمحفظتك على باينانس هذا هو الخيار اللي راح نشتغل عليه والخيار الثالث هو من خلال الحوالات الداخلية في الأشياء التابعة لبايننس من محافظ ومنصات كلها بتكون تابعة لبايننس بتحول بيسموها الحوالات الداخلية إحنا رح نشتغل على الخيار الثاني إيداع عملات رقمية من محافظ إلكترونية مختلفة غير بايننس يعني من شركة لشركة هيك رح نسميها فرح تيجي تكبس على إيداع الآن في هاي الحالة إذا بدك تشتري مثلا من شخص عملة رقمية وهو عنده تداول أو الـ USDT تابعه أو العملة اللي رح تشتريها منه موجودة على اكسشينج ثاني أو محافظة ثانية زي ميتا ماسك أو المحافظة الثانية رح تشتغل زي ما إحنا قاعدين من نشتغل تيجي بتحضر المحافظة تابعك عشان تعطيه العنوان اللي رح يحولك عليه أي غلط في عملية التحضير رح يأثر عليك ويأعو عليه هو رح يفقد عملتو الرقمية وإنت ما رح توصلك أصلا فبصير بينك ومشكلة فالآن إحنا عملنا على إيداء عملة رقمية الآن تختار شو الإشي اللي أنت بدك تشتريه شو الإشي اللي بدك تشتريه من الشخص الثاني أو اللي بدك تحوله من محفظتك الثانية في حالتي أنا رح أختار الـ USDT بدي أحول USDT أنا من محفظة ثانية أنا معي USDT بمحفظة ثانية بإكسشينج مختلف عن Binance بدي أجيب جزء منهم أحطه في Binance تمام؟ وما بنفع تكون بدك تحول USDT وتيجي تختار هون مثلا إثيريوم هذا الإشي مش منطق بدك USDT بتختار USDT تمام؟ أو بتختار من هون العملة اللي بدك تحولها هون الشبكة الإيداع إلى الشبكة اللي أنت بدك تتحول من خلالها هذا الـ USDT أو هاي المرحلة هي أهم مرحلة في عملية تحضير المحفظة لأنك تستقبل عليها عملة رقمية بتلاحظوا أنه في عنا أكثر من شبكة بتأهلك أو بتفتح لك مجال لتحويل العملات الرقمية كل نوع عملة رقمية مبني على شبكة مختلفة بنقدر نسميها بنوك ما بنفع تحول عملة من بنك إلى بنك آخر مختلف لازم تكون الحوالات كلها على نفس الشبكة وبنفس البنك عشان أوضح لكم الصورة قدر الإمكان فالآن أنا كيف بدي أعرف شو نوع الشبكة اللي أنا بدي أحول عليها كيف بدي أختار من هون ببساطة رح أجي على المحفظة اللي أنا بدي أحول منها لفلوس رح أجي على المحفظة الثانية هاي هي اللي أنا بدي أحول منها أنا فيه اللي رصيد هون طبعا هاي المنصة أشرح تلكوا كيف تعمل الحساب عليها بفيديو راح تلاقوه في صندوق الوصف كيف تعمل أكاونت على هذا الإكسجينج أنا في معي رصيد هنا أحكي دلكم بدي أحول USDT تمام بهذا الشكل أنا هذا رصيدي الموجود هون بدي أحول منهم يعني إشي بسيط يعني 25 دولار تمام باجي هون على Withdraw إذا كان إشي عندك عربي بتلاقي خيار السحد تكبس عليه فتحت لهذه الصفحة هذا هو الكونز اللي أنا بدي أحولها USDT وهون إذا بتلاحظوا chain name الإشي اللي راح نعتمده في اختيار الشبكة أو الأدرس تبعه الشيء اللي بهمنا هون إنه الطرق المتاحة فقط في هاي الإكسجينج أو في هاي المحفظة اللي أنا بدي أحول منها هذا الOMNI والTRC20 بهذا الشكل لاحظوا إنه فيه فيه هنا في العمولة عمولة المنصة هاي بنهاية هم يبتون يستفيدوا فهون إذا بدي أختار هذا التشين العمولة 3 دولار إذا بدي أختار TRC20 تطلع 5 دولار الآن أنا كيف بدي أعرف راح أرجع هون وشوف هل إنه إحدى هذول الثنتين موجودات هون بدور هيك بشوف إنه TRX هاي بنفسي تشين تبع اللي هو حكينا عنه TRC اللي موجود في الإكسجينج اللي أنا بدي أحول منه هاي الكوينز فباجي بختار TRX بهذا الشكل اللي هي TRC20 بهذا الشكل منتشابهة مع هذا الخيار الآن هون بيطلب مني في هذه المحفظة العنوان اللي بدك تتحول له لفلوس إذا بدي أعطيكيها كمثال إنت إذا بديك تعمل حوالي بنكية موظف البنك شو بحكيه لك أعطيني رقم لحساب صح؟ فهذا هون بدك تدخل رقم لحساب بدك تجيبه من وين؟ من المحفظة اللي بدك تستلم فيها العمل الرقمية هون هون تيجي تكبس على فإذا كانت هاي أول مرة راح تعمل على استلام العمل الرقمية على هاي الشبكة راح يحكي لك إنه الحصول على عنوان جديد أو أول عنوان بكبس عليه بهذا الشكل هذا هو الأدريس تبعي اللي من خلاله بقدر أستلم USDT على Chain Tron TRC 20 هاي بهذا الشكل باجي بأخذه كوبي من هون ناسخ ما تيجي تنسخوا من هون انسى تيجي على خيار النسخ بتعمل نسخ من هون تمام؟ هون بيعطيك بعض المعلومات الوقت المتوقع للوصول والحد الأدنى للإيداع وأشياء عادية ومن تحت بيكون حطلك بعض التعليمات اللي من ضمنها تأكد من أن الشبكة هي TRC 20 زي ما حكي تلك الان احنا أخذنا هذا الكود نسخ باجي على المحفظة بحط هون رقم الحساب paste بهذا الشكل وباجي بحط هون المبلغ اللي أنا بدي أحول أحوله على البيانانس واللي يكون 25 دولار تمام؟ طبعا رح يأخذوا خمسة خمسة عمولة رح يوصلني هناك قديش 20 دولار وهون طلع لي تحذير لاحظوا أنه أقل مبلغ بتقدر تحوله اللي هو 10 دولار وأقصى مبلغ اللي هو 200 أو 2 مليون اتوقع أو 20 مليون مش عارك بالضبط المهم بتكبس على withdraw أو سحر بتكبس بهذا الشكل الان هون التفاصيل الحوالي المبلغ كامل رح يوصل لعشرين رح يأخذوا عمولة خمسة وهذه هي المين تشين الشبكة الأساسية اللي رح نحول من خلالها وهذا هو العنوان اللي أنا رح حول عليه إذا بدت تتأكد قول ما تعمل تحويل اتأكد أنا رح أكبس على confirm بهذا الشكل الان بيحكي لي هنا في security verification اللي هو التحقق من هويتي من خلال الموبايل والإيميل رح أكبس على هذا الخيار وأكبس على هذا الخيار بحيث هم يبعثوا لي الأكواد وأدخلها هذا وصلني أول كود رح أدخله اللي هو من الموبايل وأكبس على confirm الآن وبعدين أعطاني نجاح المهم هاي الأمور مشت هون أنا شايف أنه العملية نجحت هاي هي البيانات بتاريخ اليوم 30-6-2022 هاي التوقيت وهذا المبلغ وهاي العمولة وهذا الأدرس اللي أنا حولت عليه رح أاجي هون على Binance وأنتظر وصول العمولة على المحفظة رح أوقف التسجيل موقعا بس حتى توصل العملية وبرجع أكمل أوكي تمام شباب يعني 10 دقائق كانت الحوالي واصلها للأكاونت عندي هنا إذا بتلاحظوا في سجل المعاملات هون ها هي الحوالي تفاصيلها هذا المبلغ بالـ USDT هاي بياناتها كاملة بهذا الشكل طبعا وصل هنا إشعار بالموضوع هنا دي بوز تاكسسفل إنه تمت عملية الإذاع بنجاح إذا بكبس عليها بعطيني تفاصيلها بهذا الشكل والأمور أصارت جاهزة في عملية الإذاع وأموري الآن طيبة وآخر شي إذا عندك سؤال أو استفسار أو أي شي حاب تسألني عنه اكتب ليها في التعليقات وهذا الفيديو حكينا لكم فيه كيف تعمل إرسال أموال من حساب باينانس لأي حنوان ثاني وهذا الفيديو حكينا فيه عن إنشاء حساب على محفظة متا ماسك لتخزين العملات المشفرة شوفه لازم يكون إليك حساب على متا ماسك ورأيك تبليها في التعليقات ولايك لهذا الفيديو إذا عجبك وأخيرا شكرا للمشاهدة في أمان الله